هي دي المسئولية ودي مش سهل على فكرة السهل جداً التجاوز السهل جداً كل اللي انتوا بتشوفوه ده أسهل منه مفيش يعمله أي حد لكن الصعب جداً إنك تلتزم إنك تنضبط إنك تحافظ على دورك ولما يحدث إنه تطالك أي اتهامات خطيب اللي رجع فلوس لاتحاد الكرة لما كان مدير المنتخب في عهد الكابتن سامير زاهر علي رحمة الله نهاية التسعينات علشان شعر إنه مرتبوا اللي خدوا من المال العام من اتحاد الكرة ما عملش به الهدف اللي كان متفقين عليه وقت ما كان مع كابتن فاروق عفر كانوا مشكلين جهازه واحد هو ده كابتن محمود الخطيب اللي في رئاسته لمجلس إدارة النادي الآلي لما زاد اللغط والراغي وإياه والتو الكلام اللي انتوا فاكرينه كان الرد جول من اهداف محمود الخطيب الاهلي هو اللي بيطلب هو اللي بيطلب من الوزارة تعالوا فاتشوا علي لو سمحتوا شوفوا كمة الشفافية وكمة الحرص على تقاليد النادي أنا مش هسمح لحد يسيء للنادي الآلي أو يتهم مجلس إدارة النادي الآلي بما هو ليس فيه تعالوا لو سمحتوا فاتشوا عليها تعالوا اضبطوا المسألة وشوفوا حقيقة الوضع وحقيقة الموقف ايه في النادي ابان تولي المهندس خالد عب عزيز وزارة الشباب والرياضة بعت له كابتن محمود الخطيب هذا الخطاب لو تفتكروا كان في تاريخ سبعة وعشرين خمسة الفين وطمنتاشر برجاء التفضل بتشكيل لجنة مالية لمراجعة وحصر كافة الأموال التي تبرع بها سيد تركي آل الشيخ للنادي والتأكيد على أن تلك الأموال دخلت الحسابات البنكية للأهل باعتمادات وقرارات رسمية من مجلس إدارة وتم صرفها في الأوجه المخصصة لها وبمستندات موثقة كلام ده إلى المهندس خالد عب عزيز وزارة الشباب والرياضة من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في سبعة وعشرين خمسة الفين وطمنتاشر أنا مستغرب هي لسه الناس دلوقتي بتقول للخطيب وللأهلي لم بتردوش هو فيه ردود أقوى من أن أنا أقول لك تعال راجع علي تعال حاسبني تعال اتأكد من سلامة الموقف المهندس خالد عب عزيز بعد ما خرج من الوزارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللي خلفه بعت لجنة واللجنة راجعت الموقف كاملا اللي النادي الأهلي مش فاضي كل يوم يطلع كل واحد يتكلم يرد عليه لا الناس بس بتنسى أو الناس عايزة تنسى عايزة تنسى مواقف موسقة بلجارة رسمية اللي بيتكلمه النهاردة الأهلي ليه ما بيردش معرفش ليه خدوا حبوب النسيان ليه متعمدين يتجاهلوا حقيقة اللي حصل الجواب ده لما راح للمهندس خلد أبعزيز وهو زير الشباب والرياضة بعد ثلاث شهور كان تولى الدكتور أشرف صبحي فبعت لجنة اللي انتوا شايفينه ده من موقع وزارة الشباب والرياضة مش من عندنا ده مش رأينا احنا دي وزارة الشباب والرياضة تقرير وزارة الشباب والرياضة يبرق مجلس الأهلي ده البابر رسمية لوزارة الشباب والرياضة كشفت وزارة الشباب والرياضة ده امتى بقى؟ في 15 أغسطس 2018 يالي بتقولوا الأهلي ليه ما بيردش انتوا اللي ما بتقروش أو انتوا اللي مش عايزين تقرو انتوا اللي مش عايزين تشوفوا الحياة مع أنه واضحة زي الشمس الأهل طلب الوزارة ردت بعتت لجنة قالت الوزارة كشفت وزارة الشباب والرياضة عن تقريرها الخاص بتجاوزات مجلس إدارة الناد الآلي والتي تم اتهامه بتلقي أموال وتبرعات وصلت إلى ما يقرب من 265 مليون جنيه حيث كشف تقرير اللجنة التي تم تشكيلها من قبل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي عن ملاحظتين فقط عن كافة الملفات التي تم فحصها تضمنت الملاحظة الأولى أنه المبلغ اللي حصل عليه جهاز الكورة واللعبون بشكل غير مباشر أو بشكل مباشر على سبيل الهدية بمناسبة الفوز بالدوري دون تسليمه لإدارة النادي يعني الملاحظة في الشكل الرجل جاء ادى الهدايا لللعب اللجنة قالت لجنة الشباب والرياضة مع الجهاز المركزي للمحاسبات أنه كان المفروض يدخل الفلوس تدخل خزينة النادي وتاخد مسارها الطبيعي وتتخصم عليها الضرائب ده ما كانش الأمر عمليا في إيد النادي الأهلي اللي برأيته هذه اللجنة وقالت وقد وجه النادي الأهلي الشكر الملاحظة الثانية كانت عدم قيام إدارة النادي بمخاطبة الجهة الإدارية قبل قبول هذه التبرعات ليه ما خدتوش رأي الوزارة قبل ما تقبلوا التبرعات لكن الوزارة نفسها في تأريرها قالت في الوقت الذي تم الاستناد في ذلك إلى اختار الجهة الإدارية بمحاضر اجتماع مجلس الإدارة التي تضمنت القرارات الخاصة بهذه المبالغ والموافقة عليها يعني اللجنة قالت الأهلي قاموا بلغناش قبل قبوله التبرعات لكن ثبت إنه موقفه صحيح إنه مبلغنا بمحاضر مجلس الإدارة اللي فيها هذه الأموال وهذه التبرعات اللي تأكدت الوزارة تماماً إن الفلوس موجودة في ميزانية النادي وإنه مفيش قرش طلع بر خزينة النادي ده تقرير مين؟ وزارة الشباب والرياضة على موقع وزارة الشباب والرياضة في 15 أغسطس 2018 إنه التقرير بيبرق مجلس إدارة النادي الأهلي اللي الحقيقة ما هوش كان بالزبط 15 أغسطس 2018 14 أغسطس الحقيقة ما كانش يعني الأهلي اللي هو في موقف دفاع عن النفس ولا كان في عرض اتهام هو محتاج يبرق نفسه منه الأهلي طلب الوزارة ردت كلام ده اللي أنا بقوله علشان كل يوم وكل وقت هتقعدوا تسمعوا الأهلي اللي ما بيردش فين معرفش إيه وفين رح فين يا عم جات لك جات لك جهة رسمية جات لك لجنة من الوزارة ومن الجهاز المركزي للمحاسبات وطلعت التقرير اللي هم نفسهم عرضوه لا نقدم بلغات في النيابة وروح النيابة ارفع قضية ارفع قضية فتكون النتيجة عشان كده الموقف الواضح والسليم ما حدش بيخاف منه وما حدش يخاف عليه امشي عدل يحتار كل دول فيك كانت النتيجة ناس قدمت بلغات اتحولت للنيابة ودتها للمحكمة وبعدين برضو ما حدش عايز ياخد باله انه المحكمة محكمة جنح مستقنة في قصر النيل تأييد براءة محمود الخطيب من تهم التلقي وقبول تبرعات اجنبية دي بقوبة الاهرام في 27-12-2018 قضت محكمة جنح مستقنة في قصر النيل بتأييد حكم براءة محمود الخطيب رئيس النادي والعمر فاروق نائب رئيس النادي من تهم التلقي وقبول تبرعات اجنبية بالمخالفة لقانون الرياضة ودفاع الاهل قدم مستندات تفيد اختار محمود الخطيب رئيس النادي الاهل للجهات المختصة وموفقة الجهة الادارية والدفاع قال ان الحكم نهائي وبواجبه يمنع العودة للتحقيق في هذا الشأن ويزدل الستارة على قضية تبرعات النادي الاهل دي القضية المقيادة برقم 58-52 كل وسط القاهرة طيب وحتى الان في بلاغات جهات التحقيق المختصة بتحقق فيها ما نقدرش نتعرض لها او نتكلم فيها لان هي رهن التحقيق لكن الموقف هو ده اللي يهمنا هو ده اللي يهمنا في جزئية ان جمهور الاهلي يبقى مطمئن جدا جدا على موقفنا دي اعضاء النادي يكونوا اكثر اطمئنانا على سلامة موقف مجلس ادارة او دعوه سقتهم وكلفوه بالادارة النادي طوال هذه الفترة الموقف بهذا الشكل وبهذا الوضوح يخلي كل الناس المفترض لما بتسمع رجعوا معرفش ايه هاتوا معرفش ايه يا سيدي اي هدايا جات لمجلس الادارة بما فيها الساعات اللي هي يعني ايقونة الناس كل هذه الجهات اللي حققت تأكدت ان كل هذه الاصول اصبحت اصول عامة في النادي ومودعة في خزينة النادي وكل السادة اعضاء مجلس ادارة النادي في اي مستوى للشبهات ومعظمهم او كلهم ما شاء الله ناس يعني رموز كبيرة جدا قمم كبيرة جدا يشرف بيهم اي نادي فلما يكونوا كل الناس زي موجودة في مجلس ادارة واحد اعتقد تكون النتيجة اللي انتو شايفينها على هذا القدر الشفاف سواء اللي ثابت من خلال المحكمة او اللي اثبتته لجنة الوزارة وفي انتظار تحييات كتيرة كمان بتجرى في الفترة الحالية